اشتركوا في القناة وغالبا ما يرى القرش المتشمس مع أنفه الدخم مفتوح على مسراعيه بالقرب من سطح الماء لكن لا داعي للقلق إذا صادفت واحدة أثناء الغطس في أعماق المحيط لأنهم عمالقة لطيفون جدا مع نظام غذائي يتكون في الغالب من العوالق وبيض السمك واليرقات القرش الحوت وأكبر سمكة في العالم نظرا لأن اسمه يحتوي على أسماء الحوت والقرش فقد يقول الأمر محيرا بعد الشيء فهي أسماك قرش ولكنها تشبه الحيتان فقط في الحجم وآدات التغذية ومن هنا جاء تسميتها بهذا الاسم الغامض يصنف هذا المخلوق على أنه من الأسماك لأن الحيتان من الثديات ينمو سمك قرش الحوت في المتوسط إلى عشرة أمتار لكن من المعروف أنه يصل طوله إلى أربعة عشر متر ويصل وزنه إلى تسعة عشر طن بهذه الأرقام فإن قرش الحوت يفوق بسهولة القرش الأبيض العظيم ومع ذلك فإن أسماك قرش الحوت لا تحضى بنفس القدر من الاهتمام التي تحضى به بقية القروش البيضاء ربما لأنهم ليسوا أسماك قرش مفترسة مثل باقي أسماك القرش الميغالودون هو واحد من أكبر الحيوانات المفترسة التي عاشت على الإطلاق وعلى الرغم من أنها نوع منقرد إلا أنه لا يزال على قيد الحياة في خيال الناس فطوله يبلغ تمانية عشر مترا لذلك لا يمكنك أن تنسى أمره حتى في حالة الإنقراض فهذا المخلوق المرعب قد أرهب المحيط كله منذ عشرون مليون سنة مضت إلى حوالي ثلاثة فاصل ستة مليون سنة ماضية يتغذى الميغالودون في الغالب على فرائس كبيرة مثل أسماك كرش الحيتان والأسماك الكبيرة وأيضا الحيوانات الصغيرة مثل الدلافين لحسن الحظ لم تعد الميغالودون موجودة بعد الآن في المحيط الحبار العملاق يعتبر الحبار العملاق الذي يصل طوله إلى تمانية عشر مترا أطول رأسيات الأرجل وكانت المرة الأولى التي تم فيها تصوير حبار عملاق في منزله في أعماق البحار في عام 2012 هذا المخلوق المرعب يمكنه التقاط الفريسة على مسافات أكثر من ثلاثون قدما ويعتبر الحبار العملاق أسطوريا أيضا في عالم حكايات وحوش البحر الحوت العنبر يصل طوله إلى أربع وعشرون مترا وهو أكبر الحيتان ذات الأسنان وأكبر حيوان مفترس مسنن على الإطلاق تصل قوة صوته إلى مئتان وثلاثون ديسيبل تحت الماء أي ما يعادل مئة وسبعون ديسيبل على الأرض ولديه أكبر دماغ من أي حيوان على هذا الكوكب يبلغ وزنه حوالي عشرون رطلا ولسوء الحظ فقد تم استياده بشدة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين وسعى صياد الحيتان وراءه لكي يتم استخدامه للشموع والصابون ومستحضرات التجميل وزيت المصابح أيضا الحوت الأزرق لا يمكننا التحدث عن مخلوقات البحر الدخمة دون أن نذكر أكبر حيوان يحكم المحيطات حاليا نحن نتحدث عن الحوت الأزرق الرائع يعد الحوت الأزرق أحد أسرع الحيوانات نموا حيث يكتسب حوالي تسعون كيلو جرام يوميا ويزن الحوت الأزرق كامل النمو أكثر من مئتان طن ويمتد لأكثر من خمسة وتلاتون مترا الشيء المثير للاهتمام وأن حلق الحوت الأزرق يبلغ قطره عشرون سنتيمتر فقط ولا يمكنه ابتلاع فريسة كبيرة وأفضل ما في الأمر أنه لا يستطيع ابتلاع الإنسان ومع ذلك كانت هناك حالات أكل الحوت الأزرق شخصا عن طريق الخطأ ولم يستطيع ابتلاعهم فتم بسق معظمهم على الفور والسلام